كشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية للميادين أنه لاختراق في القضايا المستعصية في لقاءات الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية التي جرت في الدوحة قبل يومين ولفتا إلى أن الإسرائيليين لم يقدموا أي مرونة في القضايا الرئيسية مؤكدا أن القضايا المستعصية الثلاثة هي ثوابت حركة حماس وفصائل المقاومة وهي وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وعودة النازحين لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يكن معنيا في مباحثات الدوحة سوى بالتركيز على ملف المحتجزين لدى المقاومة في غزة ولفتا إلى أن حماس باتت على اقتناع بأن إسرائيل تعمل على كسب الوقت وتغليب بقاء الائتلاف الحكومي على مصلحة التوصل إلى اتفاق مع الحركة والمقاومة كما أشار إلى جهود مدنية تبذلها مصر وقطر لتقريب وجهة النظر بين الطرفين فيما يخص القضايا الثلاث المركزية ترجمة نانسي قنقر